وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي النهاردة في بروكسل بيركزوا على الوضع في الشرق الأوسط ومعاهم وزير خارجية فلسطين ونظيره الإسرائيلي ممثل الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزاب بورال النهاردة بيكرر كلامه وبيقول معارضة الحكومة الإسرائيلية الموضوع حل الدولتين مش مقبول وإسرائيل مش هتتوقع من الدول أنهم يتخلوا عن القضية الفلسطينية ومش مقبول أنها تقول أنها مش عايزة على حل ده لأن المجتمع الدولي كله بيدعم حل الدولتين لسه بورال قدامنا على الشاشة مصمم يدخل ويدخل في دماغنا نفس الكلام بتاع إسرائيل رفضة وأنا مصمم أدخل في دماغه أن إسرائيل مضت على الكلام ده من زمان يا سيدنا وأنا مش مصدق أنك بتحاول تخنق إسرائيل بأي حاجة وحضرتك والاتحاد الأوروبي بتاعك الوش التاني للعملة الأمريكية فالاتحاد الأوروبي داخل يروج لمشروع متفق عليه مش أكتر وجدول الحصص ماشي على الكل بورال قال إذا كنا جدين نبدأ بالأسباب اللي بتمنع تنفيذ الحل ده ومن هنا ورايح مش أتكلم عن عملية السلام لكن عن عملية حل الدولتين بجد إيه الفرق بين عملية السلام وحل الدولتين الفارق وقت حل الدولتين محتاج وقت وعملية السلام ووقف إطلاق النار مش محتاجة كل الوقت ده حضرتك كده بتدي إسرائيل وقتها بورال حطت خطة الخطة بتاعته فيها عشر نقط للسلام تبدأ بخطة لمؤتمر تحضيري للسلام ينظمه الاتحاد الأوروبي ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية ويتم دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لمؤتمر ويتعامل حتى لو الإسرائيليين أو الفلسطينيين رفضوا يشاركوا الوسيقة بتاعته بتقول إن أحد أهداف خطة السلام هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام بعت رسالة لأعضاء الاتحاد الأوروبي كاتب لهم فيها إن خارطة الطريقة هتتناول بالتفاصيل مع مقترحات عملية السلام المبدأ المتفق عليه هو أن الحل السياسي المستدام وطويل للأجل بس هو اللي هجيب سلام واستقرار للشعبين والمنطقة خطة بورل بتدعو لتطبيع كامل بين إسرائيل والدول العرمية يخلي بالك وقال لك ده هيخلق إطار سلام إسرائيلي فلسطيني خلال سنة وضمنات أمنية قوية للدولتين يعني سيادتك عايز التطبيع يحصل الأول على عكس ما أعلنه وزير خارجية السعودية مبارح إن الحل يأتي أولا ثم يأتي التطبيع قال لك يبقى فيه اتفاق مشروط باعتراف ديبلوماسي متبادل وتكامل بين إسرائيل والفلسطينيين في المنطقة